نظر بكم تلحب اللي عندك عندك في اليوتيوب ترجعونه داس الهم دادا عيشة معيزوا لو تاروا لي زحزحت ولا حلحت تك 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 وبك بك وك وك حب واحد يقتل روحه واناك معيزوا لو تاروا احترم روحك يا نعمان وعننا زاد حق الرد من بعد كاميرا عنده صحر صحر غير عادي عصمتكم أهلا وسهلا بيكم في الكاميرا برنامجكم جديد اللي تابعوه كل نهار جمعة على تلفزا تيفي ثمانية ونصم تعليل والذي كان راتيتو نجمو تتفرجو عليها على الباش فيسبوك تلفزا تيفي ولا على شان يوتوب تلفزا تيفي نبدو الكاميرا اليوم بكاميرا رئيس واتشوفوا شو صورنا للرئيس احنا شنو اللي صار صار كونه حكومة هذية تسلمت تسلمت ارث تسلمت تاركة ثقيلة هي نتاج لتراكمات عدة سنوات ارث تاركة كلمات تقريبه شامل من الشيشي مش أول واحد يستعملهم لوجنا ولقينش كونست عملهم كيف وقبل تسلمت ارث تسلمت تاركة ثقيلة باش نحلوا مشاكل تراكمات الاخطاء اللي صارت نعم حطينا البلاد عسك ولكنوا لقينا ورثة ثقيلة ياسر ورثة كارثية فترة صعبة كما قلت منها موروث صعب اربع سنوات منها اللي فاتت كانت سنوات منها صعبة مشاكل موروثة من العقود اللي فاتت ومشاكل اللي زادت فاقمت بعد الثورة احنا وجدنا فعلا تاركة ثقيلة ووجد سنباجي ترك أفقر ربما كما قال الاخر حكومة سنباجي خلتنا ترك احنا معروف قلت لترك اللي خليتها هو انت يا رحمك سنباجي اما التركة الكبيرة هي حرية الاعلام الاعلام اللي يدافعوا ليه صحفين قدام مجلس النواب ذات تنقيح لمرسوم 116 وهذه كانت ابرز الشعارات اللي قالوها الاعلابيين قدام مجلس النواب لا لا للتعديل يا لحاسد سينابيل لا لا للتعديل يا لحاسد سينابيل مادا بحكينا على سينابيل هتندخلوا ونشوفوا كتلة سينابيل في مجلس النواب شنورايها فيها شعار برس عدين رفعوا شعار كبير اسمه لا لا لتعديل يا لحاسد سينابيل هل تعتبر نفسك من لحاسد سينابيل لا انا رفيق درب سينابيل تبعات برسل وسكت وسكت وقت والوقت عنده قيمة كبيرة برجة في مجلس النواب هو بلاي قدش الوقت في مجلس النواب المجلس ميشي بتوقيت فرنسا سيدي الشيخ في بالوزع ما حقق يوين هو سيدي الشيخ في المجلس في المجلس سيدي الشيخ سيد خوب هو ما هو سيدي اه مش بنعش فيه متخبي عنده ايامات متخبي ما معلاش مشكل خائف سيدي الشيخ غايب يظلي وما من كانين يحلس لهم مجلس انتهاء مجلس ايام خيط كورونا من ولا هو خيط الكورونا اسأله اهلاممه بيسو availability أنتم انتهاء سيدي الشيخ مени مجلس على اسوي مجلس زبا سيدي الشيخ حناسم يمتون مجلس في المجلس النواب عليههاظم �도ه ذلك مجلس على الحقق في كل بقعة حتى هو طلع البدره علينا باي بشينا هسألنا مدام سامي عبو وينو سيد الشيخ انتجا كانت هذه هات سبينا سيد الشيخ هاي يا جميل احنا رئيس الأغلبية البرلمانية هو بوش رئيس المجد هو رئيس كمتومة هو رئيس الأغلبية البرلمانية هو رئيس قلب انت مرأة قانون انت مرأة قانون وهو رئيس برلمان انت من قانون ورئيس من سحرين من سحرين انت من سحرين انت انا ما عادش رئيس الجس ولو اصبح رئيس الأغلبية البرلمانية بالدليل بالدليل ان كل قراءة تحجم الأغلبية البرلمانية معوش في القانون عملنا صحب فيه. لأسيسي السهان باد. اه. مصعب فيه. ممرضي. ما حتيم عايش وزير. بقضو زير. مارك شو عليها. انتي في كتلة تحقوق الناس كل بالإشماعة ما في مالسلينة وفي مالسلينة هناك عضو مكتب ماكش نشتري إنك ينتخبوني رئيسة عماليس النوار نكون رئيس مجلس النوار أما لما ينتخبوك رئيس يخدم تقتل وقراراتك صبلي تتحقل ونتقامل ونقامل على ندام داتك ونخرج ندام داتك لعديد المعبار هل أنت يا سامة مر عبر المكتب التصويت؟ 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 تجارب التصويت؟ تجارب؟ مش تصويت على خط القانون؟ مش تصويت على جرب القانون؟ تبع واحد يصوت من دمر نصوت على خط جلو عندي اجتمع تسمحوني على الكيام مش ما أحزينكم كل واحد حزامه وحزامنا هذا ما كتعرفوه كبير برشة يدعم الحكومة هذك عليش؟ حابنا نركزه مع وزراء الحكومة هتنبدأوا مثلا بوزير بيئة وزير بيئة حضرنا له في واحدة من الادوات العلمية وكان الوزير مركز برشة في الناتوى الذي يمكنه رؤساء البلديات من كامل الصلاحيات في مدد الانتلاب سيدتي سادتي ان احداث المجلس الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات واحداث شبكة في رسم برامج التكوين بين مؤسسات وهياكل التكوين العمومية ومتابعة تنفيذها فرصة لتقديم المجلس وكذلك الشبكة والتذكير بالاستراتيجية الوطنية لتكوين وتطوير قدرات نمشي في الوزيرة آخر وزيرة المرأة اللي حضرناها في ندوة من تنظيم لواماس وندوة تحكي على سرطان الثدي وزيرة المرأة كانت تعطيتنا عدد حالات سرطان الثدي في تونس عند المرأة التونسية في المجتمع التونسي هاتنا سمع من عند الوزيرة الرقم وهذا المرأة يصيب حوالي مليون امرأة في العالم وتقريبا كلنا في تونس 2000 كان من يشغلت 2000 حالة جديدة كل سنة بما يمثل ثلاثين بالمئة من مجمل الأمرار السرطانية التي تصيب النساء في بلادنا 2000 حالة ان شاء الله مش غالتها وهو حتى كان غالتها بزيد مية بنقسم مية بإجابة بحثها وزير صحة مش عادينا شيء فالصحيح موسيقى ولا تأتي هذه العملية بصفة اعتباطية وإنما تمليها علينا الأرقام المفزعة بسرطان الثدي بتونس حيث يحتل هذا الأخير المرتبة عند المرأة بنسبة ثلاثين في المئة من مجموعة السرطانات التي تصيب المرأة وقد سجلنا سنة 2019 سيدة الوزيرة أكثر من ألفين حالة سجلنا ثلاثة ثلاثمائة حالة جديدة أي بنسبة ستة وخمسين حالة لكل مئة ألف امرأة الوزيرة بار كونتر كانت فرحانة برشا من أول ما دخلت الندوة اللي بخرجت كابتنينيكم لحظات سعادة الوزيرة نو رأينا هنا دونسال مادام المينيستر دونسال مادام المينيستر موسيور المينيستر قمنا بهذا النشاط وبالطبيعة الحال في كنف الاحترام التام تدعمنا في ذلك منظمة الصحة العالمية وهذا طلبون مبروك الوزارة مبروك الوزارة نقعد في ميدان الصحة ونهارة ثلاثة نوفمبر استقبل الوزير الصحة في جردة وزارة الصحة سافية فرنسا لتسلم إعانات مصفرة في أول جمعة من نوفمبر لاحظنا أول ما وصلنا الحكاية هذه أكتوبر الوردي في نوفمبر هذه صعبة شوية ترى شبش يعملوا جمعة الوزارة؟ موسيقى موسيقى بعد ما تنحط لفيش هتنشوفوا لحظات قدوم السفير خطواته الأولى في جردة وزارة الصحة موسيقى موسيقى هو موسيقى 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 ايه خلنا مشيو لنفس جردة وزارة الصحة وينوردين طبوبي حضر الصباح نهار 3 نوفمبر وسلم خمسين كرسي لوزارة الصحة التسليم بعد ما اكمل كان عنا ملاحظة مش نقولوها للسيد الامين لح ورب يفضلك ويعطيكم الصحة السيد يا مير يا ونه امير اصبر كل اسد يا والدي والله هناك ليبيان والله العظيم الصحة لهم امير اصبر كل اسد امير اصبر كل اسد سيد امير اصبر مؤامر سينوردين لازم تحل تحقيق وليان يتحل تحقيق نخرجوا فاصل وانا رجعي رجعنا لكم وتوم شو بدون حكيوه على البرلمان وهذه كاميرا البرلمان سنة برلمانية جديدة نفتتحوها مع مجلس النواب ومن نجمو نفتتحوها كان فيديو سعيد كما هك 2020 سنة سعيدة 2020 سنة سعيدة لا 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 يقول قايل علش بدينا لكم فيديو كما هكا على خاطر يونس بن ملال السنة اعمل ديديكاس سبيسيال للبرلمان ديديكاس ما عند يونس بن ملال الخوتنا التونسة الحيزب النهضة وإتلاب إتلاب هو مجموعة سيفدي مخلوف فهمتو أكيد باي الديديكاس موقفش الغادي الديديكاس فيه غنية حيزب النهضة سانة سعيدة حيزب النهضة سانة سعيدة إتلاب يا جوجوني فاطيما إتلاب يا جوجوني فاطيما عامهم أخضر الكتلتين وكانك على إتلاف يكملوا الفايش دونس مع قلب تونس ويرجعوا لزوجوك فاطيما هات نمشيوا المجلس النواب وهات نشوفوا المدولات اللي تطوى البرشة بنقاط النظام واحد من نواب كان عنده نقد للنقاط النظام هذه اللي تطوى البرشة وهكا عبر عن نقدمتها انا طوى نقول اللي الجلسة معطل لو كان ما فماش نقاط نظام شكونا بش نعمل كان قصينا ورفعت كان من الأجدة نرفعوا الجلسة حتيتونا شوف لنا حل خير وكاو شوف لي حل؟ قال القبرشة سيد نايبة باه بعد جمعة فكرنا نفس النايب وكنا عنده نفس المداخلة بنفس الملاحظة على طول المداخلات وفي نقاط نظام وهوش قال في المرة الثانية نحب نقول المرة جاية باش تعتمدوا شوفوا جيبوا كالتليسكوب وشوفوا بالرؤية التصويت جيبوا شيخ وعملونا الرؤية انا مرلي فات قلت ارفعوا الجلسة سيد الرئيسة خلي حطوا لنا شوف لي حل مرة هذي نقول لك ارفعها جلسة خطر جلسة بالت باطلة اما اليوم حطوا لنا نقار زهواني خير هاتمشيوا لبقية المداخلات ومتاع النواب اللي تركزت مؤخرا لكل على ميدان الصحي والطبي والشبه طبي سمعتهم ليح الصحي الطبي الشبه طبي كيفاش قالوا من نواب يستحق منكم أكثر عناية من حيث التجهيزات والإطار الشبه الطبي والطبي أما الأهم من هذا والمعضلة لهنا النقص الفادحة في الإطار الطبي واستفادوا من خبرات الأطبات هاتمشيوا لقرأوا بالمجان في الجامعات والإطار الشبه معناها في تونس هو حرفي ناجمي يبدل معنا راوسي مصر بن حمد هاي نمشيوا بقية مدولة النواب وهاتنشوفوا النواب كيفاش استعملوا ببرشة أمثال شعبية لتبسيط أفكارهم هاتنشوفوا مونتاج صغير لأهم الأمثال الشعبية اللي تم استعملهم يقولوا المصريين أسمع كلامك أسبك أشوف أمورك أستعجب معناها دراس الهم دادة عاشة معيزوا لو تاروا ويقولوا الطوازة أكثر ما تسمع أقل متر وإحنا في السردوك الريشو ونقولوا باللغة العربية الفصحى تسمعوا جعجعة ولا ترى طحينا ولا ترى لا ترى متأكد لا ترى لا ترى اتنعتوك ميثان نجمشي ترى بيه أنا نعبر على تعاطف الكامل مع سيد وديع الجاري وسيد وديع الجاري هو منتخب هو يمثل جامعة وطنية هو يمثل رياضة في كرة قدم تونسية لا سبيل إلى أن نصف حسابات سياسية أو حسابات شعبوية من نجل بذكر والإساءة إلى سيد المحترم وديع الجاري نحن مع سيد منتخب ممثل رسمي للرياضة التونسية تسمعوا جعجعة ولا ترى طحينا سي الحاجي ترى أو لا ترى بايه نزيدك واحد داخل السيد راشد غانوشي شخصية كبيرة في النهضة وشخصية وطنية كبيرة في تونس وشخصية كبيرة إقليمياً ودولياً خمسين سنة وهو ينظر في الحزب ذايا وبلغ اليوم رجل دولة في مستوى أول راشد غانوشي في النهضة لأن النهضة مازال تحتاج له والبلاد مازال تحتاج له والدولة مازال تحتاج له زائما ذا اللي مازال عنده وزن في البلاد وخارج البلاد وبقى مرجع معنوي ومرجع سياسي نجمو نعطيو الحق للترشح للإستحقاقات الانتخابية القادمة تسمعو جعجعة ولا ترى طحينا قولي لا ترى زادتاو نمشيو فاصل وبعد نرجعو نرى بقية الفقرات رجعنا لكم ومشنا عملو طلع على أهم ما صوروه كاميروات التلافز والإذاعات هذي كاميرات سورفينيونس مشتبداو كاميرات سورفينيونس اليوم بالليكس متاعي التاسعة وينليكس متاعي ماليك في البلادو خذتاو ديريكت من سوسا لكس متاعي في الخدمة زايد الزيدي زايد حبي وصلنا المعلومة أنه مباشرة من سوسا يعدي في ربط مباشر من سوسا وأحنا الأكثر تفاصيل نمشيو مباشرة في ربط مباشر مع زميلنا زايد الزيدي الموجود حاليا في ولاية سوسا أهلا وسهلا بيه بدايت لهنا في ولاية سوسا أقول أنه ولاية والية سوسا فهمنا ليتي في سوسا يا زايد نمشيو حنا بعد حنا بعد إيمان مداحي خذت في المباشر أيمن أيمن اللي خذته إيمان مباشرة من بيرو الولي وأيمن في الربط المباشر لقاء شوية صعوبة كان نحاضر الربط المباشر نتحول مباشرة إلى مقر ولاية أريانا والموجود مرسلنا على عين المكان زميل أيمن النبوي برفقة السيد سامير عبد جواد والي أريانا أيمن مسان نور أيمن الربط المباشر من ولاية أريانا أيمن مسان نور أيمن لنا لنا ركز أنت في المباشر هاي أرجع خذ خذ ديريكت أيمن الربط المباشر من ولاية أريانا أيمن نسان نور نسمعوا فيك ونشوفوا فيك أيمن نسمع طو فضل فضل لا يتفضل ميسلش على الهواء مباشرة أنت مرحبا بيك مرحبا بيك بيه بيه مش لازم يا أيمان أي نمشي الموضوع آخر في الجنوبية وين صار اكتشاف لعلاج الكورونا نعم مش كموني في ألمانيا هذا في تونس المنشط قدم الاكتشاف هذا بالكلمات هذه الموضوع الرئيس متاعنا اللي هو خصصنا له الحلقة هذه أو الجزء الأكبر منها يتعلق بهذا الاكتشاف بالفعل بش يثير الكثير من جدل يتعلق بهذا الكيس اللي قدامي نوريه المشاهدين لأثبت بالنسبة لعديد الناس والناس اللي جربوه اللي هو علاج فعال علاج وقائي ضد هذا الفيروس العصر ضد هذه الجائحة كورونا علاج علاج الكورونا ساي اللي لقيتوه ومسمعش العالم كل سمعت كال الجنوبية كهو وش نور علاج الزي ترى شكونك تشفوا عرفنا المكتشف تم ضيفها الكريم اللي هو بالفعل معناتها أحنا سعداء اللي يظهر ويتكلم لأول مرة في قناة تلفزيونية عن هذه التجربة وهو السيد فهمي الشلي كما أشرت في بداية الحلقة اللي هو مهندس عام ومدير برنامج بالأمم المتحدة ومدير أبحاث ورئيس فريق أوروبي إفريقي يتعلق بالعلوم في الفضاء وكذلك مدير السابق للقطب التكنولوجي الغزالة سيفامي مرحبا بك أحبت زي تعرف بنفسك يجب ما أعرف بروح فهمنا اللي هو كاريير كبيرة باشا اعطينا الاختراع الاكتشاف هذا الاكتشاف اللي بالفعل فيها المادة السحرية هذا البيكاربونات لقوا في كل بيت يستعملوه في الطيب في الماكلة في القطوات نعرفه من جامعة وقت اللوبيا تكون يابسة شوي والحم يابسة طيب كنا نشكاوا الجميع اللي دخلوا للمفيت كانوا يستمتعوا باللوبيا اللي طيبة بالبيكاربونات معناها كانت ابنين ياسب العشية الواحد الديارة يجي بالنوم معناها انتي كملت اللوبيا ورقت فلانفية وبعد تفكرتها بعد قداش من العام باش تكتشف بها علاج الكورونا أيبه والكاربونات وهذا يعني جربت على روحك مرضت انتي سيد المكتشف جربت كيفاش المفيد أنا مرضت من بين الناسي المرضو في الجريب الأول أعجيتك الفيريش كورونا مرضت وهبطت عليه ضيق نفس قوي ياسر طلبت ريفون طلبت 177 لا ما طلبتش 177 طلبت الكاربوناتو حقيقة طلبت الكاربوناتو بله ونمرا قداش الكاربوناتو بايه زي دي المختارة عام اكتشف كيفاش مش تعالجنا بالكاربوناتو طريقة الاستعمال ذا قالي نفس عندي شوية حرقان واحد كل مجني باي زيتة مشيت طول خذيت كاس بيكاربونات كما ناخده العداء نفس بعد ساعة مش عطت نتفس عادي فره ديك معادي فرهت بالقداء بعد ستة سواية اخرين رجعت عاودت نفس الحكاية عاودت مرضت معنا عاودت الضيق نفس رجعلي عاودت خذيت مغرف أخرى معناها بيكاربونات صبحت الصباح مشيت تصبيط ارمامي قطلب راني خذيت اللي بيكاربونات قالوا لي ما نعفوش بيكاربونات يداوي طهلت معاهم في موضوع علمي عليها شخط رودي بيو كايكل ضحكوا شوية معنا فاللاخ روين وسطو اخر ما وصلنا قالوا لي يا سكوفوزا في دي إيلوجيك دايير احنا ناخ نعطيه الكلوروكين فاك الوقت كانوا نعطيه الكلوروكين بوراندرو لي بياش بازيك تعروه لي قطلوا علش مش مستعملوش قالوا معناش حاقة لا عيب عليها وزاد صح حتى راول عيب عليها ما فاقش بيه وسيد المكتشفتي جربته على أصحابك أكا ولا عطيته ناس جربوه الكربوناتو ترى خذينا بتاليفون سيد المنشط واحد جرب الكربوناتو وبرا سعلي مرحبا بيك أهلا وسهلا سعلي عطيه أنت محامي وعشت التجربة كما كان يحكينا الأستاذنا فاهمي يستر الله ولكن أنا شاهدتي مش نقدمها كمواطن فضل فضل بغضل نظرة عن الصفة فعلا أنا كنت ظهرت عليها عراض هو سعلي ظهر اللي أنتي صحيت من صوت الامبيلانس اللي تحت دارك فمناك على الأخر باي سيد المكتشف ترى زيد ركزك زيتشي جربت الكربوناتو على أكبر عدد من المصابين بكورونا حكاكة تتأكد من فعاليته يعني نهار نحكي أنا وواحد صاحبي معناها كلمتو نقلقش بيك قالي والله المادام معناها المعمل المتاحة مسكر ايخ شنو علاش تبا قليرا وتفش فيها كالفيروس باع الكورونا أو رأيك وطو بهمها إميدياتم توا انتي ومرتك وصغارك تاخذوا البيكربوناتو فهمتوا الطريقة هذه معنا على القلقش تحميروا حكم إلعابليكياتو تسويت معناها جماعة اللي اخذيو بعدين نجاه مطريق متع التاست إيجزيتووس نيقاتي كل نيقاتيف كل نيقاتيف كلهم 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 معنى تورسة أو كونك سيبسيو نيقاتيولوه كيما نرجو الحكاية كيما نتوال لا معجزة 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 سأنا ما قرأتك مدى بنحكيو على تسليم نقرايا شوف وزير التربية اللي حكي إنو المنهج في تونس في التعليم يسر معقد شوية ولا فيه برشة حاجات زايدة كيفاش قاله لوزير الحاجة الضرورية كذلك هي مختلف الكفاءات لسوفت سكيلز هذا كمهم برشة لأنه اليوم نحسوا اللي ثم بوغاش دوك خان ثم برامج حشو فيها برشة حشو أبو وزير التربية رك بي شعنا في وزير التربية هات نمشيو الحاجة نتربايو عليها الامات قاعدين نتربايو كيفاش نتعاملوا معها الفيروس من أصعب الحاجات اللي قاعدة تعرض لعباد هي الكمامة كيفاش نلبسو الكمامة مادام ريما عبد الملك طلعت في الحوار ووريتنا كيفاش نلبسو الكمامة النجم نعملو على وظني قط قط ويولي كينو إلاستيك كينو ماستيك مالوخي نعملو دولار الفاسون يولي خيرتا منا وخيرتا منا وانا عندي لعبادة باش نقيسو على وجهه قط قد وبينسوغ أكثر حاجة امتوانة من هبتوش لهنى من هبتوش لهنى ع خاطر المسخوا بيديا ومبعد الرجعوا لهنى بنعرفش اش حطيت فيه وستقف اسمعتو كلام مادام ريما كيفاش يجبنا من نحيوش الكمامة ولازم ننسكو تعمل كيما قلت مادام ريما خاصة ناس الصحة خاطر إطارات الصحة على مثال يحتذا به وأولهم لدارة الوزراء حتى وزير سابق صحيت سيد الوزير هتنمشيوا النايب نقولوله صحيت اللي هو ياسين العياري اللي كان موجود في مناوعات مش لزمة بالضرورة السياسية المناوعة اللي حضر فيها هي مناوعة اوتو غاديو عد ميلا بن يوسف وفي اخر المناوعة اخر سؤال كان هكا بي اخر سؤال احنا على محليها القعدات سامشون خرجناك مليا تارا كتما سامشون فرحان برشا سيد النايب خليه على قد في الكواليس مدى بنا نحكيو على الكواليس نحكيو على الكواليس تونسنا في مناوعة رياضية في تونسنا بعد ما المونش تخرج فصل تقريب تبلنتيت عمليات العودة للبلاتو رجعوا للبلاتو مغير ما يفقوا انو الميكرويت محلولين والليماج مش قادة تتعدى اما الميكرويت شتقال فيهم وانا جبش لخليهم يقعد ويتفرجوا في البلاتو سيم حمود انت سمعت سيم حمود استاذ رانا فيلم مباشر خلنا نسمع بعضنا سيم حمود سيم حمود سيم حمود رجع 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 وانتي متلعبوش عطيني فاصل فاصل سيد المخرج فاصل سيد المخرج فاصل سيد المخرج موسيقى كواليس كواليسة ملا جوا مدى بنا نحكيه عن الكواليس فما انترفيو قام به رئيس الحكومة في الوطنية حسينة اللي احنا في كواليس الانترفيو خاطينة على خاطر سيد الرئيس الحكومة كان يتودد برشا للإعلان طريقته في التودد خطفناه لكم الدولة تحترم التزاماتها سي شاكر خلينا نتفهم على حاجة سي شاكر احنا متقلقين من الوضع سي شاكر من الوضع الاقتصادي سي شاكر كل النقطة اللي اشرت لها سي شاكر انت تعرف سي شاكر اللي بضبط سي شاكر دولة كي تلتزم سي شاكر هرانا امذكرك مرة اخرى سي شاكر سبق وذكرت سي شاكر انا قاعد نتشاوركم تشوفوا سي شاكر ما عناش عقد في الاتجاه هذا سي شاكر القانون لا يفعل سي شاكر انا مواطن تونسي فقط سي شاكر رجعينا سي الحاج زيد قلي كانت هذه الكاميرا في حلقة الأولى نطلقها الجمعة الجاية واذا كان فاتتكم الكاميرا تعودوا تفرجوا عليها عشان يوتيوب لتلفزا تيفي وعلى الباش فيسبوك لتلفزا تيفي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة